بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023 وخلال البرقية أكد رجال القوات المسلحة عزمهم على الوفاء بالمسؤوليات والمهام المكلفين بها للدفاع عن الوطن أرضا وشعبا حراسا أمناء على الوطن ومصالحه القومية والوطنية لتظل القوات المسلحة على العهد بها الدرع الحامل للوطن والحصن المني على شعبه وتاريخه الحضري المييد كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023 وأعرب وزير الداخلية عن أمنيته بالخير لمصر وبتواصل مسيرة العمل الوطني وحصد بشائر الأمل في غد مفعم بمظاهر النصر المبين وتكامل حلقات التخطيط لمستقبل التحديات بعزيمة وإرادة لا تلين ترجمة نانسي قنقر